قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوين اخبار اليوم اول تصريح لي وليد راقراقي بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي المونديال خبر عاجل الفيفا تفاجئ بونو بقرار مفاجئ بعد الفوز على البرتغال تصريح رائع للسيفيان بوفال بعد الفوز على البرتغال ليجا بسم الله والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار اول تصريح لي وليد راقراقي بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي المونديال عبر الناخب الوطني وليد راقراقي عن فرحته بعد قيادته المنتخبة المغربية لانجاز غير مسبوق ببلوغ المربع الذهبي للمونديال عقب الانتصار على البرتغال بهدف السفر وقال راقراقي في تصريحات اعلامية مرة اخرى واجهنا منتخبا كبيرا بكل نجومها رأيتم الاصابات ومغادرة العميد سيس لكن من بقي على الميدان قاتل وهذه عقليتنا وتبع راقراقي كان علينا ان نكتب التاريخ لافريقيا المسألة ليست مسألة احترام المغرب بل اننا امة تتقدم بمواهبنا رغم الاصابات ولكن تمسكنا وخلقنا هذه الروح من اجل الشعب وكذلك افريقيا عادت واجتازت التوقعات واختسم وليد راقراقي هذه هي الغاية مدربنا في افريقيا صعب ان نصل هنا نحن سعداء من اجل المغرب واشكر الجماهير والطقم الفني والجامعة بلاغ عجل الفيفا تفاجئ بونو بهذا القرار بعد الفوز على البرتغال حصد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغربي لقب رجل مباراة منتخب بلاده ضد البرتغال مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدورة ربعي نهائي لمونديا القطر وستر منتخب المغرب انجازا تاريخيا ببلغ نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرتغال بهدف للسفر ضمن منافسات ربعي نهائية ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز لياسين بونو الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة من نجوم البرتغال وليوسف انسيري الذي احرز هدف الحسم في الدقيقة الثانية والاربعين ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الاربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي ونجحت ثلاث منتخبات افريقية من قبل في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم وهي الكاميرون والسينيغال وغناء لكن أصد الأطلس أصبح اليوم أول منتخب عربي وإفريقية أهل للمربع الذهبي وقدم منتخب المغرب مسيرة متميزة في مونديا القطار حيث تصدر مجموعته بسبع نقاط من التعادل السلبي مع كرواتيا ثم الفوز على بلجيكا بهدفين لسفر وعلى كندا بهدفين لوحد ثم الفوز التاريخي بركلات الجزاء الترجحي على إسبانيا في دور الستة عشر تصريح رائع لسوفيان بوفال بعد الفوز على البرتغال ليجا بسم الله عبر الدولي المغربي السوفيان بوفال لعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن تفاؤله الكبير بخصوص مباراة نسف نهاية كأس العالم التي عبر إليها الأصود اليوم السبت على حساب المنتخب البرتغالي بهدف لسفر وقال بوفال في تصريحات إعلامية عقب مباراة اليوم أن الجمهور كان له اليد الطولة فيما حققه المنتخب الوطني المغربي من إنجازات دخل بها التاريخ من الباب الواسع وقال سوفيان بوفال أشكر الجمهور فلقد اشتغلنا كثيرا وما زال أملنا فيما سيأتي ثم زاد بوفال لعبنا ضد كل المنتخبات الكبيرة ولا نخاف إلا من ربي العالمين أولي جاء بسم الله ثم ختم بوفال تصريحاتها الله الوطن الملك خلل الزيتش يصرح بتلقيه اتصالا من والدة لاعب مغربي يبكي لعدم استدعائه للمونديال يواصل مدرب المنتخب المغربي السابق وحيد خلل الزيتش إطارة الجدل بعد خروجه في أكثر من مرة في تصريحات توضح خيبة أمله الكبيرة بعد إقالته من تدريب الفارق الوطني قبيل كأس العالم وصراحة وحيد مجددا بكونه تلقى مكالمة هاتفية من والدة أحد اللاعب بالمنتخب المستبعدين من اللائحة الرسمية في كأس العالم إذ قال وحيد اتصلت بي والدة أحد اللاعب لأنه لم يتم استدعاء ابنها وكان يبكي لا يمكنك تخيل مدى صعوبة اتخاذ هذه القرارات اللاعب الذي شارك في التأهل لم يتم استدعاؤه وأورد الناخب الوطن السابق في حديثه لموقع الصفوط الفرنسي أنه لم يتابع مبارية المنتخب في كأس العالم كما أنه لم يلقي نظرة على اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنافسة وسبق أن خرج وحيد خلل الزيتش بتصريح يقول في أن المنتخب المغربي سيغادر كأس العالم من دور المجموعات بعد فسق عقده مع الزمالك حالة زكريا الوردي تتير القلق طغى موضوع اللاعب المغربي زكريا الوردي خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية على الساحة الرياضية المغربية والعربية واستأترت الوضع الصحي للعب الوردي باهتمام جماهر الكرة المغربية خاصة بعد دخولها في حالة اكتئاب وشعوره أنه سبب الهدف الأول الذي سجله البرازيلي برونو سافيو وسهم في خسارة الزمالك لمباراة السوبر أمام الأهلية مما دفعه لفسخ عقده مع ناديها بعد تجربة احترافية قصيرة فاشلة ولعب الوردي البالغ من العمر 24 عاما مع الزمالك 6 مباريات بواقع 3 في الدور المصري ومبارتين في دور أبضل إفريقيا بالإضافة إلى مباراة السوبر وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل زكريا الوردي عن صفوف القلعة البيضاء في فيديو على قناته بيوتيوب وقال منصور زكريا الوردي طلب الرحيل عن الزمالك بسبب ما تعرض له من هجوم عقب مباراة السوبر أمام الأهلية ولم يستطع تحمل ذلك من الوردي أن يخطئ أي لاعب مثل ما حدث مع الوردي الذي يشارك في مركز غير مركزه الأصلي وأضاف رئيس الزمالك الوردي أبلغن برغبتي في الرحيل قبل فترة وأمير مرتضى يحاول إقناعه بالتراجع عن قراره منذ عشرة أيام لكنه يصمم على الرحيل فسخ التعاقد سيتم بالتراضي بين الطرفين واللاعب المغربي سيعيد إلى الزمالك مقدم التعاقد الذي حصل عليها وقال مرتضى منصور الوردي سيكون لاعبا حرا ويحق له الاندمام لأي ناد في شهر يناير المقبل ونشر زكريا الوردي صورة على الصفحة في الإنستغرام رفقة والدتي على متن الطائرة العائدة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء معلنا عن انتهاء تجربته الاحترافية القصيرة مع الزمالك وانضم الزكريا الوردي لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الرجاء الرياضية وفشل انتقاله لأحد أنديات الدورة البرتغالية إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم أول تصريح لوالد راقراجي بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي المونديال خبر عجل الفيفا تفاجئ بوهنو بقرار مفاجئ بعد الفوز على البرتغال تصريح رائع للسوفيان بوفال بعد الفوز على البرتغال ليجا بسم الله والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار